انا نورة الغزي مصورة فتغرافية وفنانة تشكيلية بدأت اعمل اعادة تدوير لكل العلم المعدن اللي عندنا لان انا بحسنها طبعا خامة ذات قيمة كبيرة جدا فبصباحا كنت بستغسر جدا ارمي اي حاجة ازاز او اي حاجة معدن وكنت كمان بوصي اصدقائي انه لازم المعادن دي نهتم بيها اكتر وناخدها بشكل جمالي باستخدامات مختلفة غير اللي كانت طبعا بنستخدمها عليه فطبعا دخلت في ديكور البيت زي مثلا دي كده هولدر للسفرة للنابكنز طاعت السفرة معقولة مني علبة صلصة قديمة دي اه صلصة قديمة فول بقى اي علبة معدن استخدمناها وخلاص بتتريبي طبعا هو الفكرة ان الثقافة ومش كل الناس بتقدر مثلا تفكر تفكير مختلف انا بحكم ان انا فنانة وكده فطبعا كان بالنسبه الموضوع ده دي علبة تونة اه حطيت فيها زي ميش رمضان البلح والتمر والناتس مثلا حاجات المكسرات دي برضو علبة تونة ودي بكر كده كان في المصانع بتاعة الخيوط اه بكبتهم كده على بعض بشكل قوي لان هي خلاص كده يعني خلاص يعني سبتة جدا ما بتتكسرش يعني لان هي طبعا حديد وده بلاستيك متين فالاتنين على بعض طبعا عملوا حاجة انتيك كده كمبخرة يعني بحط فيها هنا فحم اللي هو الصناعي والشريع الاستعال والبخور فبتبقى مبخرة دي برضو قطع كده ازاز طبعا ازاز الزيت اللي احنا كنا بنستخدمها وخلاص بدأت تبقى يعني تبقى تحف كده في المطبخ يبقى كل حاجة بشكل جميل كده طبعا فيها روح مختلفة وفيها استخدام برضو مختلف دي برضو برطمان كده ازاز كان برطمان ازاز عادي جدا بدل ما نخلي الفيل بخللات لا احنا بنحط ديكور بنحط ديكور كده في مطبخنا يعني هي ثقافة يمكن جديدة واعادة روح قيمة الاشياء لان انا بحس ان الاشياء كلها عندنا لها قيمة كبيرة جدا في روحها بس نظرة الفنان لها وبصمته بتختلف من فنان لفنانه بتختلف طبعا في الاستخدامات وفي الافكار لكل الثقافة العامة ان احنا نقدر نغيرها بشكل جميل طب قلنا انتي كنت قلت لي انتي عملت حاجة كده عادل تدوير ودمج المهور بتاعتك بتاعت التصوير ممكن تقلنا ايه بالزبط دي طيب انا كنت عملت فكرة جديدة فكرة ان انا اريدي عشان بصور الاشخاص فطبعا لي ما نبقاش نحطها على قطع كده برضو يونيك كاستومايز بدلا ما تبقى صوبة على الحوائد بس او صوبة صوفت كابي لا احنا بنعلي قيمتها لعلبة كده دي علبة حديد كانت فيها كوكيز او شوكليت بدأت احط السور اللي انا بصورها على العلب دي بحيث ان احنا نعمل دمج ما بين التصوير الفتوغرافي والفن التشكيلي هنا ايه نفس الكلام برضو باسليب بقى مختلفة وبتكنيكس مختلفة بدأت اعمل اعادة تدوير لكل العلب اللي هي خلاص بتستخدم مرة واحدة وخلاص نفس الكلام اقصات اللبن دي كانت زمان بيحطوا فيها اللبن وبينقلوها دي اسريق ايه وبينقلوها من مكان لمكان ده كان طبعا استخدامه تقليدي جدا انا عملتها زهريات ورد وعملت منها ممكن اوعية تحط فيها يعني اي بقى يعني خزين او اي انتيك يعني تبقى في البيت تبقى تتحط فيها اي استخدام يعني تستخدم اي استخدام علبة التونة يعني دي تستخدم استخدامات كده مختلفة دي شمعة هنا بتبقى ساعة بنحط لها مينة بتبقى ساعة وممكن يعني نحط لها المينة من هنا فالموضوع سهل جدا يعني طبعا كل ده بيبقى هاند ميد كل ده وصائط وخامات مختلفة بنحطها على القطعة بتتعلي قيمتها هي قيمتها عالية كأنها خامة حديد بس طبعا كده يعني قيمتها زادت قيمة عن اللي هي كانت موجودة عليها او الاستخدام التقليدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة